قال المصنف رحمه الله وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وحديث بعده في صيغة وصفة الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقد جاء في غير ما حديث أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كيف نصلي عليك كيف نصلي عليك فعلمهم علمهم صلى الله عليه وسلم الصيغة التي بها يصلون عليه صلى الله عليه وسلم واستحضر في هذا المقام أن الصحابة رضي الله عنهم الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليك أقدر الأمة على إنشاء صيغ جميلة وعظيمة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فما تكلفوا ذلك مع قدرتهم ما تكلفوا ذلك ما أنشأ كل واحد منهم لنفسه صيغة أو كتب صيغا للناس بل سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وعملوا بالذي علمهم إياه عملوا بالذي علمهم إياه فانتبه في هذا المقام لا تلتفت للصيغة التي كتبها الناس مهما قيل فيها ومهما مدحت ومهما أثني عليها لا تلتفت إليها فإن أعظم الصيغ وأفضلها وأسلمها من الخطأ ليس فيها خطأ الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمة أرأيتم الآن الصحابة رضي الله عنهم ومخير الأمة لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن كيف يصلون عليه صلى الله عليه وسلم ثم علمهم كيف كانوا يصلون عليه أكانوا يأتون بأشياء من قبل أنفسهم ويتركون هذا الذي علمهم إياه نبيهم صلى الله عليه وسلم حاسة وكل ولهذا من الأخطاء أن يلتفت الإنسان إلى صيغ تمدح ويثنى عليها وتعظم وتترك الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته يقول الحافظ بن حجر رحمه الله استدل بتعليمه صلى الله عليه وسلم الصحابة الكيفية كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد سؤالهم عنها استدل بذلك بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه لأنه لا يختار لنفسه صلى الله عليه وسلم إلا الأشرف والأفضل ويترتب على ذلك ويترتب على ذلك لو حلف إنسان لو حلف إنسان أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة لو حلف إنسان أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة فطريق البر فطريق البر أن يأتي بذلك أن يأتي بهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته هذه مسألة المسألة الثانية وهي مهمة جدا الصيغ المكتوبة التي بأيدي بعض العوام كتبها بعض المتكلفين في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لما دققها العلماء وحققوا ألفاظها ونظروا في مضامينها وجدوا أنها تشتمل على مخالفات وعلى أخطاء شرعية وعلى كلمات فيها بدع فهذه مصيبة عظيمة مصيبة عظيمة جدا أن يشغل الرجل العام بصيغ فيها مخالفات ويبعد عن ماذا عن الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه وكأب بن عجرة رضي الله عنه في روايته هذا الحديث لقي أحد التابعين قال ألا أهدي لك هدية ثم روى له هذا الحديث هذه هدية من أنفس الهدايا هذه هدية من أنفس الهدايا أن يعرف المرء الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته ولهذا على المسلم أن يحفظ هذه الصيغة كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد فيها شيئا حتى وإن استحسن أن يزيد بعض الألفاظ لا يزيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام نعتقد أنه لا يختار لنفسه إلا ماذا الأشرف والأفضل فكيف نأتي ونزيد نحن ونتكلف نزيد على كلامه في الصلاة عليه ما يحسن كلامه ويزيد كلامه مثلا فضلا يجب أن يفكر المرء ويحسن التأمل في هذا الأمر قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك عرفنا كيف نسلم عليك مثل ما علمهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فكيف نصلي عليك ما قال عليه الصلاة والسلام كل واحد يختار لنفسي ما أرد من الصلوات قال قولوا قولوا اللهم صلي على محمد يا أخوان قولوا هذا قولوا هذا كما أمركم نبيكم عليه الصلاة والسلام قولوا هذا هذا كلامه عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد نعم اشتركوا في القناة